السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس اليوم لدينا الدرس السابع احكام الميم الساكنة الاضغام الشفوي اذا احكام الميم الساكنة كما نعلم هي اضغام شفوي واخفاء شفوي واضهار شفوي اليوم سوف نتطرق الى الاضغام الشفوي ومعنى كلمة اضغام بعد قليل سوف نتطرق لمعنى اضغام انتبهوا معي لكلمة اضغمة اولا اريد ان اتبع عليكم الايات الكريمة الاتية قال الله تعالى الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وقال الله تعالى انها عليهم مقصدة وقال الله تعالى الا يظن اولئك انهم مبعثون صدق الله العظيم قال الله تعالى الم نخلقكم مماء مهين صدق الله العظيم لاحظنا في هذه الايات في عنا الكلمات التي تحتها خط ميم وميم الميم هي كلمتين الميم الاولى تنتهي بالميم وايضا الكلمة الثانية تبدأ بميم اذا هنا التقاء ميمين الميم والميم هنا نقول اضغمة التقاء ميمين ثويا بميم واحدة ننطقها ميم واحدة مشددة ونرى ذلك ايضا في الامثل التي تليها عليهم مقصدة انهم مبعثون نخلقكم من لاحظنا عند نطق هذه الايات ان ايش منشدد ننطق حرفا واحدا مشددا اذا الادغام الشفوي هو ادخال الميم الساكنة في الميم المتحركة اذا رأينا هنا ميم ساكنة والكلمة الثانية التي تبدأ بالميم هي تكون ميم متحركة ميم ساكنة ثم بعد ذلك مؤصدة متحركة اولئك انهم مبعثون هون متحركة وهنا الميم ساكنة اذا ادغام الميم الساكنة في الميم المتحركة وبحيث تأتي تصيرا ميما واحدة مشددة ايضا نسميها ادغام المتماثلين يعني حرفين من نفس الجنس يدغماني سويا في حرف واحد هذا هو الدرس اليوم درس احكام الميم الساكنة لنرى هنا الادغام الشفوي هو ادخال الميم الساكنة كما قلنا في الميم المتحركة التي تأتي بعدها بحيث تصيراني ميما واحدة مشددة ويسمى كذلك ادغام المتماثلين لانه يدغم في حرف واحد مثله ويكون في كلمتين متتاليتين حروف الادغام او له حرف واحد هو الميم الميم هو حرف الادغام الوحيد من احكام الميم الساكنة الادغام الشفوي حرف الميم هلا هنا في عنا سؤال اقوم تعلمي وادائي اضع خطا اسفل الادغام الشفوي في الايات الكريمة التالية اذا وجد وانطقه نطقا سليما لنرى سويا قال الله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا انبتكم من شوفوا هاي هون الميم ساكنة بعد ذلك هون الميم الثانية متحركة اذا اكيد هو ادغام شفوي ايضا قال الله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا عليكم مدرارا هون الادغام شفوي ميم ساكنة مع ميم متحركة ايضا لرقم ثلاث قال الله تعالى ويسقى من ماء صديد من ماء صديد لاحظتم كيف ارتفظه من ماء يعني كأني حلفظتها ميم واحدة ومشددة ايضا قال الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون هم من وايضا ربهم مشفقون هنا ادغام وهنا ادغام هذا هي درسنا اليوم لأحكام الميم الساكنة درس سهل كثيرا ادغام ميم ساكنة مع حرف مع الميم متحركة وندغمهم بحيث صيران حرفا واحدا ميما واحدة مشددة اذا هذا هو الميم الساكنة اشتركوا في القناة